بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت ويوم أصحاب السعادة دايماً بنكون معاهم وهم بيبدأوا حياتهم الزوجية أو بيبدأوا تجديد حياتهم الزوجية النهاردة هنتكلم معاهم وإحنا بقالنا فترة بنتكلم عن مهارات مهمة جداً جداً من مهارات الحياة الزوجية النهاردة هنتكلم معاهم بقى على مهارة شوية مستخبية وشوية ناس كتيرة ما بقوش مهتمين بيها المهارة دي لما بتختفي من حياة الحياة الزوجية بيحصل فيه مشكلات كبيرة جداً جداً فالنهاردة عاوز أكلمكم عن المهارة دي اللي هي مهارة بتغيب عن بيوتنا بس فيه كتير مننا محتاجينها ومش بيحسوا بأهميتها كتير مننا من بيحسوش بأهميتها وطبعاً طيار الحياة السريع بيساعدهم على إن هم ما يحسوش ولا يركزوا في تفاصيل حياتهم وعشان كده المهارة دي بتسقط سهواً ولا هم بينتبهوا إليها ولا بيركزوا فيها ولكنها بتأثر تأثر كبير جداً جداً في تطوير حياتهم وفي جودة حياتهم الزوجية هي المهارة اللي انتشى وقتنا للكلام عنها المهارة اللي احنا نتكلم عنها هي مهارة التفاهم الوجداني أو مهارة التفاهم العميق المهارة دي بتتعلق بأمور بيبزلها كل طرف مع شريك حياته في إنه يفهم مشاعره ويفهم العوامل اللي بتأثر عليه ويبزل مجهود عشان يفضل يتعامل بشكل بيبتعد عن السطحية وبيدخل فيها إلى العمل مع وجدانه المهارة التفاهم الوجداني أو مهارة التفاهم العميق دي هي بتعبر عن قدرة كل واحد فينا على فهم شريك حياته بشكل عميق وشامل مش عميقه بس لا عميق وشامل كمان يشمل جميع الجوانب وأهم الجوانب اللي بنحاول نفهمها في التفاهم العميق ده إن احنا نفهم المشاعر ونفهم الاحتياجات ونفهم الرغبات والآمال والأهداف والتحديات واحد يقول لي طب ليه ده كله هو الحقيقة احنا بنفهم ده بس احنا بدل ما بنكون بنفهمه عن عمد وبنكون متعلمين نفهمه ازاي احنا بنفهمه كده بالانطبعات ماش بس نفهمه بالانطبعات ساعات بنفهمه بالاستيريو طيب بالصور النمطية ونفهمه غلط والنوع ده من التفاهم بيتطلب مننا شوية اموه بيتطلب مننا التعبير لازم يبقى عندنا قدرة على التعبير والانفتاح بصدق ونستمع لبعض استماع فعال ونتفاعل مع بعض بشكل ايجابي اذا المهارة دي محتاجة بزل مجهود محتاجة تمرين محتاجة تعود والمهارة دي بتكتر قوي قوي عند الناس الناضجين فالناضج ده بيقدر يعمل الكلام ده ويقدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج لما حضرته صلى الله عليه وسلم كسرت السيدة عائشة الصحفة بتاعت السيدة حفصة رضي الله عنهما قالي رسول الله صلى الله عليه وسلم غارت امكم فإن اللي حاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين او 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 ان المسألة دي كانت عبارة عن غيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعملش مع الموقف ده باعتبار أن السيدة عائشة أه لا ده هو فيه من مشاعرها هي بتتغيرها على جوزها لا تريد أن تفعل هذا السوء مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتفهم ما يدور في وجدنا ويتفهم أن دي غيرة وأن هي غيرة ممكن تحصل من النساء وتحصل من زوجة على زوجها فهو ما شفهاش أن هي أخطأت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تفهم رسول الله مشاعرها ولذلك حال للصحابة متفاهما لمشاعرها غارة أمكم لم ينفع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأمر بهذه الطريقة البسيطة وأخذ صحفة من صحفات وإدعاها للسيدة حفصة ولكن في نقطة بتميز بقى مهارة التفاهم الزواجي والعميق ده إحنا نذكرها سواء عشان نقدر نمارسها لأنها محتاجة نتعود عليها وعشان كده هذكر لحضركم بعض الخطوات اللي إحنا لو عملناها ممكن نستطيع أن نصل إلى مهارة التفاهم الوجداني أو التفاهم العميق أول حاجة شكرا للمشاهدة